يسرنا أن نفتتح المؤتمر الثاني للورشة البحثية بعنوان إشكاليات النص المقدس في المسيحية والإسلام وعنوانه من النص إلى الوحي بين التناغم والتعارض بهالفترة السنتين الكون كله والمجتمعات الإسلامية والمسيحية كانت تعاني من وبأ الكورونا الذي لم يميز بين البشر ولا دين البشر ما يزال يوجد أشخاص ينحزون إلى تفسير هذه الأزمنة الصعبة انطلاقاً من نصوص كتابية وبقوله هذا أصاص من الله على البشرية ويمكن عملنا خطأ معين في مستهل مؤتمرنا أود أن أشارك معكم ثلاث نقاط أول نقطة الحرف يقتل لكن الروح يحيي يبقى العدد والعديد من كتب التعليم الديني أسيرة القراءات والتأويلات العائدة لعهود سابقة وكأنها تجمدت تجمد التاريخ والغالب منها لا يدعو إلى التسامع بل بعضها يحثوا على قتل المخالف والمختلف أما الروح فيعطي الحياة للبشرية جمعاء وتصبح علاقتنا الأخوية موحدة بالتضحية والعطاء وبذل الذات أي بالمحبة النقطتين تحمل الآخر أو قبول الآخر بالإنجليزي لذا ليس غريبا أن نرى أحيانا أن تلك النصوص وتفاسيرها تعلم التلاقي والأخوة بين البشر وأحيانا أخرى تفرق بين أبناء البشرية الواحدة أما النقطة الثالثة والأخيرة المصالحة مع الذات والآخر ويأتي مؤتمرنا كواحد رجاء لأنه لا مجال أن نلتقى مع بعضنا البعض إلا أن نعمل دراسات علمية وأكاديمية بها نذهب معا في رحلة للعمق في إشكالية النصوص المقدسة في المسيحية والإسلام إن هذا المؤتمر هو شراكة طويلة المدى ما بين جامعة القديس يوسف وكلية العلوم الدينية وجامية الكتاب المقدس ترجمة نانسي قنقر